تكنيك في الطلب يجيب راس الرجال بصراحة الأسلوب اللي بعطيكم إياه اليوم أو النقاط تتناسب مع تركيبة الرجل وتركيبة عقله بطريقة تعامله معك أول نقطة إذا تبين شيء من زوجك وعندك أمر معين لا تفتحين ملفات الماضي لا تنقودينه على شيء صار تتذكر الموقف زمان قهرتني يوم كنا رايحين سويت فيني ترا كذا وكذا لا 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 وقفي ولا تفتحين ملفات الماضي النقطة الثانية المهمة طلب وليس أمر يعني تطلبينه بشكل مباشر كطلب مو بأمر الفرق بين الطلب والأمر أنه الطلب شيء ممكن ينفذ ممكن ما ينفذ ممكن يقدر ممكن ما يقدر ممكن يتناسب ممكن ما يتناسب يعني ما تخطين توقعات عالية بينما الأمر إلا تنفذ لي هذا الشيء إلا أبي أسوي فأنت لما تتعصبين لرأيك سبحان الله الرجل أردي عاند لكن تطلبينه طلب بأسلوب تحفيزي هنا ممكن يطخ وينفذ لك اللي تبين مثلا حبيبي أبي نطلع الويكند عند أهلي أو الله يسعدك أبي مصروف شهري أحتاج كذا وكذا العيال يحتاجون كذا وكذا على طول تطلبين منه طلب لا تنتظري إلا ينفذ لك الآن النقطة اللي بعدها قدريه على أمر يقدمه لك مثلا تبين منه طلب معين حبيبي والله تتذكر يوم طلعتنا قبل أسبوعين في الويكند مرة مبسطنا الله يعطيك العافية أبي كمال الأسبوع الجاي نطلع شرايك ترى هذا الأسلوب يتناسب مع عقلية الرجل أو تقول له حبيبي الشهر اللي فات ما شاء الله تبارك الله ما كان علينا قصور بس هالشهر أبي أحتاج شرايك أحتاج مبلغ فلاني انتي مدحتيه مدحتيه على شي قدمه بالتالي أبي زيادة يعني أنا في أمور مبسوطة منها بس أبي تزيد من عطائك سبحان الله هذا الأسلوب يحفز عند الرجل العطاء يعني هرمون الذكورة يرتفع عنده لذلك لا تنسين أذكري شي قدمه عطاء قاعد يعطيك إياه معين ذكريه فيه ثم أطلبي النقطة اللي بعدها لا تنتقدين وتلومين والتعاتبين يعني تعطينه صفات معينة تصدرين الأحكام عليه انت بخيل انت ما عمرك حسيت فيني انت فيك وما فيك لا 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 هذا الأسلوب ينفره أطلبي بشكل محدد بدون ما تفتحين الملفات الماضي على أمر واضح لا تفتحين ملفات كثيرة أبي كذا وأبي كذا لأن الرجل عقليته محددة النقطة اللي بعدها طلب وليس أمر ترى فيه فرق الطلب يعني ريلاكس ممكن ينفذوا ممكن لا النقطة اللي بعدها لا تنقودين لا تلومين لا تعاتبين وأسلوب المدح أسلوب ساحر لكل إنسان حتى انت جربيه على نفسك إذا جاء أحد يمدحك وبعدين يطلب منك أردي حط حط خين لذلك لا تنسين تمدحينه وتقدرينه ترجمة نانسي قنقر